بموجب النشرة بلغ الاستثمار الصيني المباشر الى الخارج عام 2019 136.91 مليار دولار امريكية وجاء حجم التدفق في المرتبة الثانية عالميا بعد اليابان وبحلول نهاية عام 2019 وصل مغزون الصين من الاستثمار المباشر في الخارج الى 2.2 تليون دولار امريكية لتحتل الصين المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وهولندا هذا وتوسع تأثيرات الصين في العالم باستمرار من حيث الاستثمارات الاجنبية المباشرة اذ ان عام 2019 هو العام الرابع الذي زاد فيه تدفق استثمار الصين المباشر في الخارج باكثر من عشر الحصة العالمية بينما حافظ مغزون الصين من الاستثمار المباشر في الخارج على مستواه للعام الماضي ليحتل 6.4% من الحصة العالمية وبحلول نهاية عام 2019 انشأ اكثر من 27500 مستثمر محلي صيني 44000 شركة للاستثمار المباشر الى الخارج في 188 دولة ومنطقة في جميع انحاء العالم وتنتشر الاستثمارات الصينية في اكثر من 80% من دول ومناطق العالم وقد تم انشاء اكثر من 10 الاف شركة في البلدان المشاركة في مبادرة الحزم والطريق وذلك لتحقيق قيمة الاستثمار المباشر البالغة 18.69 مليار دولار امريكي في عام 2019 هذا وقد غطى الاستثمار الصيني المباشر في الخارج 18 قطاعا رئيسي للاقتصاد الوطني عام 2019 وكانت اكثر من 70% من الاستثمارات قد تدفقت الى الصناعات الرئيسية الاربع بما يشمل التأجير والخدمات التجارية والتصنيع وتمويل وتجارة الجملة والتجزئة